النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يريد لنا الخير يريد لأموالنا البركة وأن تزداد هذه الأموال بالخير أيضا دعونا نتأمل هذا الحديث العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء إذن أحبتي ثلاثة نصائح يقدمها لنا هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إذا خفت على مالك فعليك بالصدقة والإنفاق حتى تحصن وتحمي وتحفظ هذا المال إذا خفت من المرض عليك بأن تتصدق أيضا لأن الصدقة تدفع عنك شر هذا المرض إذا ابتليت أو قبل أن تبتلى وأعدوا للبلاء الدعاء أي عليك أن تدعو الله قبل البلاء قبل أن تصاب بحادث أو بشر أو بنقص مال أو بمرض أو بأذى أو ظلم عليك بالدعاء ما أعظمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم